على أخبارنا أخبارنا أخبار البيت الكبير نادي الأهلي نهاردة نادي الأهلي اعتمد الميزانية المبدئية لشركة الأهلي لكرة القدم وعبد الصادق عضواً بمجلس الإدارة عقدت الجامعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعاً اجتماعها الأول ظهر اليوم وحضروا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ممثلاً عن النادي ويسين بمنصور رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي ممثلاً عن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة بصفته نائباً للمشرف العام على الكرة ومصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والأستاذ إبراهيم المنسي ممثلاً عن مجلة الأهلي والأستاذ عمر شهين المدير التنفيذي للشركة والذي قال أن الجمعية العمومية قررت اليوم تعيين الكابتن علاء عبدالصادق عضواً بمجلس إدارة الشركة وقبول اعتذار كابتن حسام غالي بعدما أصبح عضواً بمجلس إدارة النادي أضف شهين أيضاً أن الاجتماع شهد أيضاً التنصيق حول العديد من الأمور الخاصة بالشركة من بينها تعيين مراقب للحسابات ومستشارين قانونيين واعتماد الميزانية المبدئية للشركة وأن الاجتماعات سوف تتواصل خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات واعتمادات تفي بحاجة العمل بالشركة على الوجه الأكمل طيب